من البحر إلى النهر خرج الفلسطينيون احتفالا بانتصارهم مع اعلان وقف اطلاق النار اقتربت الجغرافيا وتوحدت الهتفات نحو مشروع وطني جديد يوازي التحول الاستراتيجي الكبير ما هي ملامح المشروع الوطني الفلسطيني المطلوب بعد سيف القدس كيف يمكن ترجمة العناصر السياسية لهذا المشروع واي عقبات يجب تذليلها قبل الشروع في تنفيذه في المؤشر نعرض ارقاما عن توجهات الرأي العام الفلسطيني ونتساءل ان كانت تعبر عن ملامح المشروع الوطني الفلسطيني في المرصد نرصد التفكير الاسرائيلية في استراتيجيات تفريغ انتصار المقاومة من مضمونه ونتابع تنفيذ كيان الاحتلال هذه الاستراتيجية على ارض الواقع افاق الملحمة عنوان ملف اليوم من اسمها فلسطين في البداية ارحب بك استاذ اسامة حمدان القيادية في حركة حماس وارحب بك دكتور ماهر الطاهر وانت مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانت معنا من دمشق وقبل الدخول في الحوار نتعرف معنا على سياق ملف اليوم فقد تمكننا بعون الله من اذنال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي عند الساعة الثانية من فجر الحادي والعشرين من ايار مايو دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ مئتان واثنان وثلاثون شهيدا هي حصيلة العدوان في غزة انضم اليهم ثمانية وعشرون شهيدا في الضفة والقدس خلال ايام المواجهة وفيما تلملم اسرائيل هزيمتها وتغرق في نقاش الخيبات كان الفلسطينيون يعيشون مشهدا مختلفا من البحر الى النهر ليست كل الايام سواء كانت ايام سيف القدس التاريخية شهدت الساحة الفلسطينية خلالها متغيرات مهمة يرقى بعضها الى ان يكون تحولا استراتيجيا في مسار الصراع لكن المنجز الاهم هو الاصطفاف الوطني الواسع على قاعدة المقاومة والقدس اصطفاف يؤسس لمشروع وطني فلسطيني تتنغم فيه المقاومة الشعبية والمسلحة ويضع تحرير فلسطين هدفا وحيدا له ومن اجل ان ينبثق هذا المشروع لابد من كيان سياسي يحمله يتجاوز الانقسامات ويعبر عن المكونات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية فكيف يمكن ان يتشكل هذا الكيان السياسي وما القوة التي ستكون فاعلة فيه وما المسار العملي الذي ستأخذه هذه كلها اسئلة برسم المستقبل القريب أستاذ أسامة حمدان أبدأ معك السؤال الذي يتوارد إلى أذهاننا جميعا أنه هناك روح واحدة لدى الشعب الفلسطيني وبالرغم من كل ما تحقق ومن الملحمة التي سطرت خلال سيف القدس لكن المشهد السياسي لم يتغير إلى حد ما لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم واضح أن المشهد السياسي هو حالة من التراكم في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني والتي كان فيها جملة من المدخلات بعضها ذاتي فلسطيني وبعضها مع الأسف خارجي لسيما بعد اتفاق أوسلو أصبح العامل الخارجي بالذات الإسرائيل والأمريكي مؤثرا وبشكل كبير في الشأن الداخلي الفلسطيني لكن بكل وضوح أنا أعتقد أن المزاج العام الفلسطيني اليوم وبالذات بعد معركة سيف القدس بات ينظر إلى ضرورة إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لأنني أعتقد أن سيف القدس أعادت تظهير المشروع الوطني الفلسطيني بعد مرحلة من التيه أن مشروعنا الوطني هو مشروع تحرير وعودة وتقرير مصير وليس مشروع تفاوض مع العدو أو وصول إلى حلول وسط مع العدو وأن هذا المشروع أداته الأساس هي المقاومة وعلى ذلك ينبغي أن يترتب أو أن يركب نظام سياسي فلسطيني جامع يوحد الجهود يصبها في ذات الاتجاه دون أن يعني ذلك ضرورة أن يتفق الجميع على كل شيء وإنما الاتفاق على البرنامج الأساس وهو التحرير والعودة نعم أستاذ الطاهر في إطار مرحلة جديدة رسمت سيف القدس ملامحها وبالحديث عن مشروع وطني فلسطيني ما الملامح الأساسية لهذا المشروع بتقديرك تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء ياك الله دكتور في اعتقادي الساحة الفلسطينية والوضع الفلسطيني الرسمي يعني الوضع على المستوى القيادي الوضع الفلسطيني يعيش حالة مفارقة عميقة هذه المفارقة تحتاج إلى تحليل عميق ورؤية ثاقبة لتفسيرها على المستوى القيادي وعلى مستوى الفصائل وعلى المستوى الرسمي هناك حالة انقسام واستعصاء في إنهاء هذا الانقسام ومنذ أكثر من 15 عام ونحن نبذل الجهود ونحاول ولكن وصلنا إلى حالة استعصاء جدية في مسألة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة رغم كل المخاطر الكبرى المحيطة بالقضية الفلسطينية المفارقة أن هناك انقسام ولكن على صعيد الشعب الفلسطيني هناك حالة وحدة على الأرض وفي الميدان الشعب الفلسطيني موحد حول خيار المقاومة موحد حول استراتيجية تحرير فلسطين كل فلسطين وهذا ما عبرت عنه معركة سيف القدس التي باعتقادي أسست لمرحلة جديدة لأنه بعد 73 عام من الاحتلال وسياسة الأسرى ومحاولة طمس الهوي الوطني الفلسطينية والعربية والإسلامية لشعبنا في الأراضي المحتلة عام 48 وجدنا الشعب الفلسطيني بعد 73 عام يسيطر على مدينة اللد ويتحرك في حيفا وعكا والناصرة وبالتالي فشلت المخططات في القدس حراك حقيقي وجدي على الأرض وفي الميدان دفاعا عن الأقصى في قطاع غزة شعبنا نهض ووجه الصواريخ إلى الاحتلال وقصف تل أبيب وقصف القدس مواقع اللجوء والشتات والمهاجر البعيدة هب الشعب الفلسطيني بأسره ليقول خيارنا هو المقاومة خيارنا أننا موحدين على الأرض وفي الميدان هذه هي المفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسبب هذا أن هناك اختلاف وتناقض عميق في الرؤى السياسية لأنه لا زال هناك فريق فلسطيني يراهن على الحلول السياسية والمفاوضات وهو الأمر الذي ثبت فشله تماما نعم ولكن أستاذ حمدان كانت في مرحلة حوارات مبادرات وحديث عن إنهاء الانقسام نتحدث هنا على مستوى القيادات الفلسطينية إذن الهدف واضح إذا ما كان واضحا أين تكمل العقبات؟ الهدف هو إنهاء الانقسام هذا واضح لكن الحوارات دائما كانت تتوقف عند عقدة أساسية وهي العقدة السياسية ما هو البرنامج السياسي الفلسطيني؟ نحن منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة كان برنامجها هو تحرير الأرض وعودة اللاجئين وتقرير المصير أسلو أحدث انحرافا كبيرا في هذا المسار النقاش اليوم كان حول المسار السياسي المؤسف هنا أن قيادة التي وقعت أسلو وتدير أسلو تعيش حالة انفصام عن الواقع وانفصام عن الشعب انفصام عن الواقع هي لا تستطيع أن تستوعب أن الإسرائيلي استنفذ أغراض أسلو وأنه لا يرى أن هناك حلا سياسيا بل هناك تشغيل وظيفي للسلطة لتقدم خدمات إلى الاحتلال أحيانا في بعض التصريحات يجري الإقرار بذلك ولكن سرعان ما ينتهي هذا عند العملية التنفيذية أما في الجانب الواقعي الشعب الفلسطيني يدرك تماما أنه لا خيار سوى المقاومة ولهذا نحن مؤخرا أبلغنا كل الأطراف وتوافقنا نحن وفصائل المقاومة الذات الإخوة في الجهاد والإخوة في الشعبية أن نقطة الانطلاق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن تكون إعادة بناء منظمة التحرير من مربع محدد وهو تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بالآليات التي اتفقنا عليها جميعا كفلسطينيين في عام 2017 في لقاء بيروت بهذا المعنى يمكن أن نحدث اختراق ولكنني أقول بكل صراحة اندفاعة الشعب الفلسطيني وقدرة خيار المقاومة ليس بوارد انتظار المترهلين الذين يظنون أن بإمكانهم تعطيل مسيرة المقاومة بما أننا نتحدث عن اندفاعة الشعب الفلسطيني لنستعرض معا أيضا توجهات الرأي العام لدى الفلسطينيين 73% يطالبون بإجراء انتخابات تشرعية ورئاسية ولكن 56% لا يعتقدون أن الانتخابات ستجري قريبا تلك كانت نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني في أيلول سبتمبر الماضي وبحسب الاستطلاع فإن نسبة عدم الرضا عن أداء السلطة الفلسطينية تبلغ 73% في مقابل 24% تشعر بالرضا عن أدائها وتؤيد نسبة 54% من المستطلعين العودة إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة و46% اعتبروا أن ما حدث في أفغانستان مؤشر على ضرورة تقوية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال أما عن مصاري التسوية فإن نسبة 61% ترفض العودة إلى المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي أستاذ الطاهر بناء على هذه الأرقام التي عرضناها في المؤشر تتضح توجهات الشعب الفلسطيني نحو السلطة والمقاومة وحتى مصاري التسوية أيضا كيف يمكن أن تترجم هذه التوجهات كبرنامج سياسي هذه الأرقام والاستطلاعات تؤكد ما قلته في بداية الحديث بأن هناك مفارقة في جمود بالحالة السياسية على مستوى الفصائل والقيادات ولكن هناك حيوية وحراك شعبي حقيقي على الأرض مواجهات يومية في القدس مواجهات في الـ 48 مواجهات في الضفة شهداء الأسرى يتحركون بشكل كبير عملية نفق الحرية الشعب الفلسطيني يتحرك ويعيش حالة حيوية شديدة ما أريد قوله بالضبط هناك استحالة بالوصول لحل سياسي مع كيان عدواني إجلائي عنصري استيطاني يريد السيطرة على كل فلسطين وبالتالي كل السياسات التي مورست عبر العقود الأربع الماضي وخاصة بعد حرب أكتوبر 73 وطرح ما سمي بذهنية التسوية والمفاوضات وبعد ذلك اتفاقات أوسلو كل هذا المسار وصل إلى طريق مزدود وما سمي بحل الدولتين عبر المفاوضات ليس إلا كلام فارغ لا أساس له في الواقع نحن أمام كيان يريد السيطرة على كل شيء ولم يعرض علينا شيء كفلسطينيين كفلسطينيين عرض علينا فقط السلام الاقتصادي وصفقة القرن في الوقت الذي دخلنا كفلسطينيين منذ حرب أكتوبر بسجالات وصراعات حول موضوع سلطة وطنية ودولة على حدود 67 وإلى آخره مع العلم أنه لم يعرض علينا شيء لا من أمريكا ولا من إسرائيل وبالتالي ما سمي بحل الدولتين الذي لا زال يجري الحديث حوله حتى الآن من قبل السلطة الفلسطينية هذا عبارة عن كلام فارغ لم يعد له أي مقومات على الأرض هذا ليس كلامي أنا في وزراء أوروبيين قالوا أن حل الدولتين انتهى وبالتالي في تناقض بالرؤى السياسية يجب أن نعيد إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني تعريف المشروع الوطني الفلسطيني هو ما يقول الشعب الفلسطيني تحرير فلسطين وإعادة الاعتبار بشعار وهدف تحرير فلسطين أستاذ حمدان ما المطلوب اليوم هل مطلوب برنامج سياسي كيان سياسي فلسطيني جديد ممكن أن يترجم هذه التوجهات وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ أنا أعتقد المطلوب هو مغادرة مربع الأوهام هناك وهم زرع في عقل الطبقة أو جزء من الطبقة السياسية الفلسطينية أنه بالإمكان صناعة سلام مع الكيان الصهيوني هذا الوهم تبدد وسيف القدس أكدت أن هذا الوهم غير حقيقي وأداء الإدارة الأمريكية بعد ذلك أكد ذلك أنه لا تسوية الخروج من مربع الأوهام يقتضي مسألتين محددتين أنا أعتقد المشكلة لا تكمن ابتداء في النظام السياسي المشكلة تكمن ابتداء في البرنامج ما هو مشروعنا الوطني وما هو برنامجنا لتحقيق ذلك إذا كان المشروع هو مشروع دولة ولو على بضع عمتار إذن فليذهبوا إلى المفاوضات إذا كان المشروع هو مشروع تحرير فعمليا الحل هو المقاومة مهما كانت التضحيات إذا قررنا أن مشروعنا هو التحرير فيعني ذلك أننا نحتاج إلى بناء نظام سياسي ثوري لا يتقيد بأرض ولا يتقيد بضوابط مع الاحتلال ولا مع رعاة الاحتلال قابل للتطبيق هذا البرنامج؟ نعم هذا قابل للتطبيق وهذا واقع الحياة الذي ينبغي أن يكون لا يمكن أن تقول أنك ترضخ للمحتل وفي نفس الوقت تدعي أنك تريد أن تواجه هذا المحتل ولا يمكن أن تواجه هذا المحتل وترضى أن تعطيه نصف حقوقك وتقول له أنني مستعد للتفاوض على النصف الآخر وربما أقل هذه ليست معادلات طبيعية هذه كلها معادلات شاذة بنيت نتيجة أوهام إذن نحن اليوم مطلوب من التالي مغادرة مربع الوهم نعم الاتفاق على الأهداف الوطنية الكبرى كيف نصل إلى هذه الأهداف وعنوانه واضح بالمقاومة ما هي البنية السياسية الفلسطينية التي تسمح للجميع بالمشاركة وببذل الجهود وبصب الجهود بتوافق وتناغم وأنا أعتقد أن تجربة غرفة عمليات المقاومة المشتركة في غزة رسمت رؤية ومسارا لما يمكن أن يتشكل على أساسه النظام السياسي هناك عدد كبير من الفصائل له رؤى وهيكليات وبرامج مختلفة ولكنها أجمعت على مشروع المقاومة قدمت أداء في سيف القدس عجز الإسرائيلي عن الصمود أمامه نعم الإسرائيليون أيضا لديهم توصياتهم بعد سيف القدس وأهدافهم الهدف الاستراتيجي الذي ينبغي سوغه هو خلق قواعد جديدة للعبة في الساحة الفلسطينية وإعادة السلطة الفلسطينية إلى مكانة الممثل الحصري للفلسطينيين تلك هي توصيات الباحث الإسرائيلي أودي ديكل من مركز دراسات الأمن القومي ويتابع ديكل بالقول لأنه من أجل تحييد الدعاءات النصر من الضروري تقوية السلطة الفلسطينية للقيام باعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية ومنع حماس من التأثير على الأجندة الفلسطينية يجب تغيير استراتيجية إسرائيل في الساحة الفلسطينية بحيث تقدم هدفا يتمثل في تجديد العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية حتى لو كان ذلك لغرض وحيد هو الاتفاق على ترتيبات انتقالية إضافية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني والمدني على الأرض من دون إحراز تقدم مقصود نحو تسوية دائمة من جديد إليك أستاذ الطاهر أودي ديكل يتحدث عن ضرورة تقوية السلطة لتفريغ انتصار سيف القدس من مضمونه على ماذا يستند هذا الطرح؟ وهل ترى أن كيان الاحتلال اتجه بالفعل إلى هذه السياسة؟ الكيان الإسرائيلي يعيش حالة قلق عميق نتيجة ما شاهده من تحرك حقيقي من أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 وهذا موضوع له أبعاد استراتيجية عميقة وهو موضع دراسة الآن بمؤسسات الكيان الإسرائيلي والكيان الصهيوني يعيش قلق عميق أيضا نتيجة قوة المقاومة في قطاع غزة وقدرتها على ضرب آلاف الصواريخ يعيش حالة قلق مما يجري في القدس والشتات ومن قوة وتجذر محور المقاومة وبالتالي الكيان الإسرائيلي يريد إفراغ معركة سيف القدس من محتواها من خلال الحديث عن سلام اقتصادي وعلاقات مع السلطة وإلى آخر ما هناك والحديث عن تهدئة في قطاع غزة طويلة الأمد يعني يريدون إجهاد نتائج معركة سيف القدس نحن بالمقابل نقول بأن الاستخلاصات التي أفرزتها معركة سيف القدس ينبغي أن نقول بوضوح أن المقاومة المسلحة والمقاومة بكل أشكالها هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهذا ما قاله الشعب الفلسطيني أما سلطة حكم إداري ذاتي تستمر بالتنسيق الأمني وتمنع المقاومة إذن هذه السلطة تخدم من؟ تخدم الشعب الفلسطيني أم تخدم الاحتلال إذا كانت تريد منع المقاومة ونحن نواجه مشروع صهيوني يجب على الجميع أن يقرأ حقيقة هذا المشروع المشروع الصهيوني لم يغير قيد أنمله من استراتيجيته ووظيفته الاستعمارية منذ أن نشأت الحركة الصهيونية ويحقق أهدافه دفعة دفعة ويريد السيطرة على كل شيء وليس فقط على فلسطين إنما يريد السيطرة على المنطقة العربية بأسرها من خلال التطبيع وبالتالي على الجميع أن يقرأ هذا المشروع وحقيقة هذا المشروع الرد يكون ليس من خلال حديث عن مفاوضات وتنسيق أمني وسلطة تمنع المقاومة الرد برنامج كفاحي مقاوم يرفع شعار تحرير فلسطين نعم أستاذ حمدان الجميع يتفق إسرائيل اعترفت أيضا بأن المقاومة رسمت هذا المسار وأنها حققت هذا الإنجاز ولكن السؤال ما الخطوات في إطار تثبيت هذه الحالة وأيضا البناء عليها وسؤال آخر ماذا عن العلاقة مع السلطة خاصة بعد طروحات أبو مازن الأخيرة حول الخيارات البديلة كالمطالبة بقرار التقسيم أو ذهاب إلى ما سمع الدولة الديمقراطية الواحدة يعني أولا تأسيسا على ما تفضل به الأخ الدكتور مهر الطاهر المسار الذي رسم اليوم هو استعادة وتعميق للمسار الوطني الأصيل الخيارات التي تطرحها السلطان هي خيارات أيضا واهمة وهي لا تتجاوز مربع التسوية السياسية ما الذي يعني خيار الدولة الواحدة هل يريد أن يصبح الفلسطينيون مواطنين في كيان صهيون اسم إسرائيل هي واهمة مقصودة لا لا هي واهمة هو يعيش حالة من الوهم هو يقصد أن يتجاوز المقاومة هذا صحيح ولكنه لا يفعل ذلك بمنطق صحيح ولا بلغة صحيحة ولا بناء على معطيات صحيحة وأنما يفعل ذلك بناء على أوهام الإسرائيلي لن يكون قلقا بشكل كبير إذا ما طرحت فكرة الدولة الواحدة لأن منطقه تجاه الفلسطينيين هو التهجير هو إلغاء الوجود هو يوسع الاستيطان ويخطط لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم هو يتكلم ولا زال أن الأردن هي الوطن البديل يتكلم ولا زال أن التطبيع مع العرب من شأنه أن يقوض كل فرص الفلسطينيين في النجاة إذن الحديث حتى عن قرار التقسيم الإقرار مرة أخرى بحق الكيان الصهيوني في جزء من أرض فلسطين ألا يكفي الكارثة التي وقعت عام 88 بهذا الإقرار لنعود مرة أخرى فنقر مرة جديدة بعد كل هذه التجربة المريرة إذن هي أوهام ولا أريد أن أسميها أكثر من ذلك أنا أعتقد أنه في وهم آخر لدى هذه السلطة واجب أن لا يتسلل إلينا موضوع الشرعية التي تمنح لها من الاحتلال أين هي الشرعية بالنسبة لفلسطينيين الأرض المحتلة عام 48 أين هي الشرعية بالنسبة لفلسطينيين الشتات السلطة غير مسؤولة عنهم بل هي تتبرأ منهم ولا تتحدث حتى عن عودتهم إلى أرضهم ووطنهم أين هي شرعية السلطة بالنسبة لغزة أين هي شرعية هذه السلطة بالنسبة للقدس التي لم تحرك ساكنا في الدفاع عنها أين هي شرعية السلطة التي فشلت حتى في الضفة وأقوى أو أبرز عنوين هذا الفشل الفشل الأمني والاقتصادي ومقتل شخص كالناشط نزار بنات الذي لم يعد يجرؤ إنسان أن يقول كلمة حق إلا وربما يقتل على يد هذه الأجهزة بكل الأحوال أنا أعتقد أنه اليوم الموقف تجاه السلطة هو عنوان محدد ووحيد نحن نريد إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يعبر عن كل الشعب الفلسطيني على قاعدة المقاومة. كل الشكر لك الأستاذ أسامة حمدان القيادي في حركة حماس على وجودك معنا والشكر أيضا لك الأستاذ والدكتور عفون مهر الطاهر مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كنت معنا من دمشق هذه الحلقة الأخيرة من اسمها فلسطين أفاق الملحمة ملف اليوم انتهى إلى اللقاء اشتركوا في القناة